نهاردة عمر مرموش المتقلق جداً سجل مع فريقه انتراكت فرانكفورت هدف الفوز على منشي جلاد بخ كان قاعد عبدكة نزل جاب الجولة الثاني بعد ما كانت النتيجة واحد واحد عشان يساعد فريقه انه يتأهل لدور الستاشر في كأس ألمانيا على فكرة مرموش كان أول مباراة يقعد فيها عبدكة من أول الموسم مع انتراكت فرانكفورت كل مباراة أساسي شارك في دقيقة 63 سبعة دقيقة بس وكان يسجل هدف الفوز لفريقه في دقيقة سبعين النهاردة كان هو قاعد على الدكة عشان بس المدرب عايز يريحه شوية عشان عنده مطشات كبيرة في الدوري دائماً مباراة الكاس المدربين بيرياحه فيها اللعيبة التييلة أوش فالنهاردة مرموش كان قاعد بس عشان ايه يرتاح أول ما لأى المدرب ان المباراة بتعق منه هتروح منه في حتة فيها بخسارة انزل أمر موش ينزل يخلص يسجل هدف وبعد ما يسجل هدف يحتفل بطريقة خاصة كده بيلبس قناع يليباً بيحتفل بالهالوين ولا حاجة مش عارف بس يعني اللقطة كانت حلوة اللقطة لذيذة من عمر مرموش ولقطة مبتكرة يعني اشتركوا في القناة